جو رانج و بيان جا رانج طيب احنا عندنا معظم الناس بتعمل لبس ما بين الاستخدام بتاع لورب رانجي وورب ارانجي طيب احنا عندنا الاتنين دولات معناهم يرتب يعني في الفرنش الفعلين معناهم يرتب طيب هل ينفع اقول جو رانج ما شامخ و بيان جا رانج ما شامخ المفروض استخدم ايه بالزبط طيب هما الاتنين صح مفيش اي مشكلة ولكن هو فيه تركاب بس صغر كده في الصونس ما بين الاتنين طيب احنا بنستخدم غونجي بمعنى يرتب ولكن في الحالة دي طالما استخدمت الفعل ده يبقى انا هحط كل حاجة في المكان الطبيعي بتاعها طيب يعني مثلا لو قلت كده جو رانج ما شامخ انا برتب الغرفة بتاعتي يبقى المفروض في الحالة دي انا برتبها على حسب الوضع الطبيعي او الحاجة الطبيعية اللي كانت فيها يعني كل حاجة في مكانها بالزبط ما عملتش اي تجديد في الترتب ده خلاص؟ يبقى في الحالة دي هستخدم جو رونج جو رونج طيب لو هستخدم جو رونج اللي هو فغط أرونجي يبقى في الحالة دي انا بديها شكل انسب او ترتيب انسب للحاجة دي يعني دلوقتي انا الشكل الطبيعي ده مش عاجبني فانا هدي شكل مثلا جديد او شكل انسب شوية في الترتب ده يبقى في الحالة دي هستخدم جو رونج جو رونج مش عمخ يبقى انا غيرت كل كيانها خالص ودتها شكل ايه شكل انسب للايه من وجهة نظري او ايان كامبة خلاص؟ يبقى في الحالة دي هستخدم رونجي مع الترتيب الطبيعي بتاعها اللي هو الشكل الطبيعي وهستخدم مع حاجة جديدة يعني مع ترتيب انسب شوية خلاص هو ده الفرق ما بين الايه ما بين الاتنين عشان في نفس بس بتعمل لابس ما بين الايه الاستخدام بتاع ده والاستخدام بتاع غونجي واغونجي وفيديو جديد وتعبير جديد وقواعد جديد ان شاء الله بلوس